اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وصلنا لفقرتنا الحوارية واليوم موضوعنا صحي طبي رح نتحدث عن الأنيميا فقر الدم وكتير للأسف من الأشخاص بيعانوا من فقر الدم ما بيكونوا عارفين انه معهم ضعف دم بيكون عندوا اعياء تعب شحوب ممكن بده ينام كتير بدها تنام كتير حاسي حالها كسلانة فتكون مش عارفة شو السبب لما تروح تفحص هال حديد بقولها عندك ضعف دم رح نشوف بالظبط شو يعني ضعف دم وشو هي مكونات الدم ويعني رح نعرف أول إشي عن الوظائف الموجودة بكل مكون من مكونات الدم ويسعدنا أنه رحب بالدكتور سيف نور القطونة مقيم أمراض باطنية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا سعدنا في هاي الاستضافة الجميلة الله يكرمك يا ربي دكتور يعني بداية قبل ما نبدأ بفقر الدم أو الأنيميا بدنا نعرف بالظبط شو مكونات الدم وشو وظيفة كل منها تمام أول إشي مكونات الدم الدم يتكون من ثلاث خلايا رئيسية كريات الدم الحمراء وهي اللي موضوعنا عنها بدنا نحكم فيها بشكل مفصل أكثر نخليها شوي كريات الدم البيضاء تمام كريات الدم البيضاء هي أحد أهم مقومات المقومات المناعية في جسم الإنسان بينما الصفائح الدموية هي مساعد على التخثرات والتآم الجروح بينما نيجي اللي حكينا بدنا نخليها شوي على الجانب اللي هي كريات الدم الحمراء تمام كريات الدم الحمراء من اسمها كريات تمام تحتوي على إشي داخلها اسمه الهيموغلوبن الهيموغلوبن هيم هي كلمة يونانية تعني الحديد وغلوبن اللي هو اسم بروتيم وعنا معناها بالعربي اللي هي بتسمع الناس تحكي والله في حصد قوة الدم قوة الدم أي نعم بالفعل هي قوة الدم وقوة الجسم والبدن وظيفتها هي نقل الأكسوجين إلى أعضاء الجسم طيب هلأ قوة الدم تختلف عن قوة الحديد؟ كلما واحد يقول هنا دم كذا ولا حديدي كذا؟ طبعا قوة الدم لها أسباب عدة منها الحديد وليس فقط الحديد لكن اعتماد الهيموغلوبن يعتمد بشكل أساسي على الحديد تمام طب دكتور احكي لنا شو يعني الأنيميا فقر الدم تمام أول إشي قبل من فوت بتعريفها طبعا هي مشكلة شائعة جدا وبستلزم نطرحها ونحكي فيها صراحة هي مرض أول إشي هي مرض من أمراض الدم تمام نقص في عدد كريات الدم الحمراء أو ما تحمله اللي هو الهيموغلوبن يختلف العدد من النساء للرجال في النساء من 12 إلى 16 وفي الرجال من 13.5 إلى 17 دائما المرأة أقل من الرجل بقرام لقرام ونص يعني السيدات من 12 إلى 16 إلى 16 بالضبط ورجال إلى 17 إلى 17 بالضبط طب يعني المعدل لما يفحصه إذا مثلا شخص أو سيدة دمها 12 هل يجب أن تأخذ مثلا حديد ورح نحكي بالعلاج ولا تكون بالسليم لا بتكون الساعة حسب شو إذا كان عندها أعراض ولا لا مرات الواحد بيكون دمه 13 وعنده أعراض لا عنده 13 لكن كان 15 وفقد خلال ساعة آه نعم جراميا مثلا هذا لازم طبعا أعوضه أنا بسوال هل نتطرق إحنا في الأمام مثلا للعلاج ومتى ظهور الأعراض طب هل الصحيح أنه النساء أكثر عرضة لفقر الدم من الرجال طبعا صحيح بالأخص طبعا لوجود الدورة الشهرية وبالأخص إذا كان عندها غزارة في الطمث أو عدم انتظام في الدورة الشهرية صحيح طب كيف يعرف الشخص أنه مصاب بفقر الدم كيف يعرف الشخص أنه مصاب يعني بدنا نحكي الآن عن الأعراض نعم إذا بدنا نحكي عن الأعراض باي بوينتس يعني بالنقاط المشاهد رح يحفظها حفظ بكرة الصبح رح ينساها إحنا بدنا نوصلها إلى بطريقة سالسة بحيث أنه تنفهم الآن القلب بالضخة الوحدي بيطلع 70 سي سي تمام من الدم السبعين سي سي هاي يعني لما يضخها تحمل الأكسجين لازم عشان إيش يوصلهن لا الخلايا وأعضاء الجسم عشان تقوم في دورها على أكمل وجه نعم لنفترض أنه الدماغ بوصله 10 سي سي في الحالة الطبيعية في فقر الدم هيوصله 5 سي سي وثمانية وثلاثة سي 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 هنا في فقر دم هنا عشان فقر دم مش أنه القلب لم يضخ كفاية لا ولا أنه فقر الدم القلب شو بدي يضخ بدي يضخ الدم تمام بالحالة الطبيعية بدي يضخ 70 عشان يوصلها لباقي أعضاء الجسم سواء دماغ كبد كلا كله بدي يأخذ حسته كله بديه يعني مش الإنسان لحاله اللي بتنفس عشان يعيش ما هو بتنفس عشان يغذي أعضاءه بالضبط تمام الآن فلنفرض أنه المريض عنده فقر دم بدي يصير عنده في حالة عندنا اسمها progressive hypoxic tissues أو hypoxic organs شو يعني؟ يعني اختناق تدريجي للأعضاء ما هو أكسجين بدي يوصل للدماغ لكن ما في دم كفاية ليوصل للأكسجين فبالتالي الدماغ لما يتعب شو حيطل عندي أعراض بدي يشكيلي بدي يرسلي نوتيفيكيشنز يعني إشعارات أنه أنا مش وصلني دم كفاية تحرك حانيك مثلا ممكن نكون في صداع بالضبط وهي كرات الدم الحمرة اللي بتحمل الأكسجين بالضبط نعم نيجي للأعراض يعني المفروض أنه إيش نكون يعني فهمنا شوي من رائع يعني شرح جميل المقدمة تمام الآن نيجي إلهن وحدة وحدة الرأس ما وصلوا دم كفاية حيصير عنده صداع طبعا حيصير فيه دوخة وكونه مركز أعصاب حيصير فيه تعب طبعا تعب عام بالجسم بصيلة الشعر ما هيوصلها دم كفاية ما هيوصلها غذاء طبعا بصيلة الشعر هي زي النبتة بدأك ترويها عشان تطلع لك النبتة اللي هو الشعر هيصير فيه تساقط في الشعر جحن العين لما أشيل جفن المريض هيفقد احمراره و هيبين شاحب صحيح وكذلك الأمر البشرة تشققات في زوايا الفم تشققات في اللسان بنسميها عندنا بمصطلح جيوغرافيك تنك شو يعني جيوغرافيك تنك يعني لسان جغرافي زي الخريطة نعم ننزل شوي لباقي أعضاء الجسم من هالرئة هيصير فيه عندي اكزيرشنال ديسنية شو يعني اكزيرشنال ديسنية ضيق في التنفس عند الحركة القلب حيصير فيه تسارع وهي من أهم الأعراض هي والشحوب تسارع ليش تسارع؟ عشان يعوض باقي احتياج الدماغ والكلا والكبد باقي احتياجات الأعضاء بدي يعوضها بدي يصير فيه تسارع العضلات يصير عندي ألم بالعضلات وكذلك الأمر نيجي لكف اليد كف اليد أوليش يكون فيه عندي برودة بالأطراف بالأيديين والرجلين هاي كثير ناس تسأل عن عندي والله برودة مش عارف ليش نعم وفي ناس بتتنش يعني ومش شرط يكون أنيميا طبعا احنا حنحكيها في الأخير لا يشترط وجود جميع هاي الأعراض عشان أحكي أنه أنا أنيميا أحيانا صداع بفقط بالضبط يعني يمكن كم عرض مش بس فقط عرض واحد يمكن كم عرض يحكي لنشو اسمه حيكون في عندي هشاشة بالأظافر وسهولة كسرها وسرعة كسرها في عنا مصطلح في الطب نحكي له كويلونيكيا كويلونيكيا اللي هو الأظفر زي الملعقة زي الملعقة هاي علامة من علامات نقص الحديد خدران بالأصابع شو هاي بتكون بيتولف نقص بيتولف وحن نتطرق احنا لأسباب وحن نحكيها كلها طيب هون سؤال لما نحكي فقر دم دكتور نحكي فقر دم فقط من الحديد لأنه انت هيك اتطرقت للبيتولف إذن هو يفتقر أيضا للبيتولف صح؟ طبعا يعني فقير ليس فقط أنه فقير بالحديد هناك أشياء يفتقر منها الدم بالضبط صحيح بتقدر هيك تعدد لنا سريعا شو ممكن يفتقر الدم؟ شو ممكن يفتقر الدم؟ يعني احنا بدنا نفوت بالأسباب تمام؟ هنحكي بالأسباب خلينا نحكي عن الأسباب تمام؟ أول شي بالنسبة للأعراض حكينا لا يشترط وجود كل هاي الأعراض وبصراحة حبيت طريقة توصيلك للأعراض يعني انت ما عدتها صدع تنمر طبعا يعني فعلا الشخص عرف بالنهاية ليش؟ انه فعلا عنده تسارع بالنمرض طبعا ما بده المريض يحفظ المريض ما بده يحفظ المريض بده يفهم يفهم شو فيه لازم عشان الإجابة يكون إليها معنى صحي تمام؟ إذن الأسباب إذن الأسباب الأسباب أول إشيء احنا بنحب ننوه كونه فيه أسباب إذن فقر الدم ليس مرض لأنه فيه سبب إله هو عرض لمرض وليس مرض بحذ ذاته أسبابه عديدة جدا هو هو شابتر بالكتب وحدة كاملة بس إحنا حنوخذ الأكثر شيوعا أسبابه طبعا تمتد من سوء التغذية بتندرج معك من سوء التغذية إلى الكانسرات أو السرطانات عفانا وعافاكم الله الأسباب بشكل مبسط تمام أول شيء سوء الحديد سوء التغذية واحد غذاءه مش سليم ثانيا النقص الحديد وأكثر سبب لنقص الحديد هو الكرونيك بلد لوس شو يعني؟ النزف المزمن النزف المزمن ناس تسمع نزف يعني بتخاف لا يمكن أنا أنزف من خشمي يمكن قرحة يمكن من اللثة قرحة نازفة تنزف القرحة المرأة مثلا المرأة في الدورة الشهرية وبالأخص إذا عندها غزارة في الطمث أي نزف يفقد الحديد السبب الآخر نقص البيتولف والفوليك أسد السبب الثالث أو نحكي لا الرابع هل يعني لما يقل البيتولف والفوليك أسد يريد أن ينزل الحديد بالنمية؟ لا 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 ليس أنه يريد أن ينزل الحديد كل شيء لحال لكن كلهم عوامل تشترك في هبوط الدم بالضبط الأمراض المزمنة الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي مثل تشمع الكبد أو أمراض الكبد تعمل لي فقر دم وفي عندي أمراض وراثية ما إلى هذا خلاب حديد ولا غيره تمام؟ أمراض وراثية مثل المنجلية الأنيمية المنجلية الثلاثيمية الأنيمية الفول التي تأتي من العدس والترمس تفاول نعم بالضبط وعدة أسباب لو نتطرق هنا يأتي أكثر من 20 سباب فنحن نحكي الأكثر شيوعا منها هي الأكثر شيوعا بتيألي الأغلبية أنه غذاء غير صحي ما بيأكلوا مثلا أكثر سبب للأنيمية تمام؟ هي الحديد هي الحديد طبعا إحنا عادة منتشرة بعد الغداء بيشربوا كاسة شاي الشاي بعد الغداء أنت بتأكل بتأخذ فيتامينات ومعادن بتروح تشرب كاسة شاي بتضيع الحديد يعني حقيقة تم نعم امتصاصه نعم تمام نعم يعني نحن عنا بالأردن السبب الرئيسي لنقص الحديد هي حسب معرفتك دكتور هل هو فعلا الغذاء الغير سليم؟ طبعا نحن يعني أن الفاست فود منتشر بشكل الوجبات السريعة طبعا إلها دور كبير لا تحتوي لا على فيتامينات ولا على معادن ولا أي شيء وفقيرة بالخضروات نعم لا والخضروات نحن نحكي عن الورقيات الورقيات نعم الورقيات الخضرة زي الجرجير زي الورقيات الخضرة بشكل عام الخضروات تمام هي غنية بالحديد لكن ما في امتصاص الحديد واللي يمتص بشكل جيد موجود باللحمة وكذلك الأمر اللي بيتولف باللحمة نعم ونحن أكثر ما شاء الله لخوم الحمراء نعم في كثير ناس ما بتوكل لحمة بيقول لك أنا مثلا ما باكل لحمة بالضبط إن كان الوضع الاقتصادي أو لأنه شخص نباتي مثلا بيغض النظر شو ما كان السبب نعم طب دكتور يعني تشخيص فقر الدم كيف يتم يتم تشخيص فقر الدم يعني تشخيص فقر الدم هو مشترك تشخيص فقر الدم أول شيء تشخيص سريري سريري نعم وفحوصات مخبرية وبيعتمد بالأغلب على الفحوصات المخبرية ليش؟ لأنه أعراضه نن سبيسيفيك نن سبيسيفيك يعني غير خاصة بالأنيميا أعراض فقر الدم بتطلع مع كثير من الأمراض فعشان هيك فحص السي بي سي اللي هو تعداد الدم الكامل تمام بيكون هو فحص روتيني لجميع المرضى لازم أعمل لكل مريض أنا فحص السي بي سي على رأس القائمة عندي بالضبط طب أن يجي دكتور فعلا للعلاج كيف بيتم العلاج أنواعه تمام بالنسبة للعلاج إحنا العلاج حسب السبب إحنا حكينا فيه له أسباب حسب شو السبب؟ مثلا المريض لا قدر الله مريض كانسر هل بيضبط أنا أعطيه دم عشان أعالج فقر الدم طب ما هو كانسر فشل كلاوي لا بالدعالج الفشل الكلاوي بالدعالج النزف اللي عنده عشان أضبط الحديد بعدين بشوف بنظر أنا موضوع أعطيه حديد أو لا البيتولف بدي أعطيه بيتولف حسب السبب طبعا فيه مفهوم خاطئ عند الناس إنه فقر الدم هو نفسه فقر الحديد اللي هو نفسه نقص الحديد فبالتالي علاج فقر الدم هو بالحديد هذا مفهوم خاطئ جدا بتلاقيه بيفوت على جوجل تمام أو بروعة الصيدلية أو بكتب على جوجل مثلا أعراض نقص الحديد بيطلع له أعراض الأنيمية بشكل عام اللي هي لجميع الأسباب اللي إحنا حكيناها تمام بشوف زي هيك بصير صحح هذا والله العرض عندي هذا لا بروعة الصيدلية اعطيني مثلا بدون ذكر أسماء تجارية حبوب مثلا الحديد أو إبر الحديد بروح بأخذهن بالعكس أنا فيه هو يمكن مش بحاجة وأبدا مش بحاجة أنا في عندي أمراض إذا بعطي مثل الثلسيميا عنده الحديد عنده عالي جدا إذا بعطي حديد أنا بضر المريض وبأذيه هذا المريض أنا بعطيه شغلات يعني تطرد الحديد من الجسم فما بصير أنا أعطي حديد لكن لديش فيها خطورة طبعا خطورة طبعا ما بصير لازم أنا أتابع الطبيب وأعرف أنا شو السبب تبع الأنيمية عندي طب إذا بنا نفصل شوي أكتر بالعلاج أنت قول دكتور كل مريض حسب حالته حسب نسبة فقر الدم عنده أو نسبة الحديد الموجودة يعني بعض الأشخاص بيقول لك أنا خليني أخذ مثلا إبرة الحديد إبرة مثلا سنوية أو كل ستة شهر وهو أصلا يعني بيكون فعلا كاتب له الدكتور حديد والبعض يعني يرفض الإبر ويستمر على الحبوب هل الحبوب دكتور هي تفي بالغرض ومتى يبدأ فعلا أنه مفعول الحبوب تأتي أكلها زي ما بيقوله أنه بيرتفع الحديد لا الآن فيه فرق طبعا بين الحديد أي شي أنا بعطيه بالوريد مجزي الإشي اللي أنا بأخذه عن طريق المعدة عن طريق المعدة يمكن يمتص ويمكن يسير فيه صعوبة في الامتصاص فأنا إذا بدي أخذ حب لازم أخذ معه فيتامين سي هاي معلومون لازم أخذ معه ضروري لازم أخذ معه فيتامين سي يسرع امتصاص يسهل طريقة امتصاص الحديد تمام بينما الواحد لو عنده على فحص تعداد الدم أو على فحص مخزون الحديد تبين عندي أنه تحت الخمسة عشر هذا لا محالة لازم يأخذ إبر وليس بينما إذا كان على البوردر لاين على الحفة يعني كان في الوضع الطبيعي كان في المعدل الطبيعي لكن على الحفة هذا لا بقوله خذ حديد ارفع نعم لأنه معك للمية وخمسين آه جميل طب ذكرت دكتور عن التفول ونقص الدم تحكينا شوي عن التفول وأنه فعلا هل مرض التفول ممكن ينزل عندهم الحديد؟ لا ما في مشكلة ما في رابط لا ينزل عندهم الحديد احنا لسه بعدنا بنركز على نقطة الحديد الحديد هو يرتبط ببروتين بيساعد على قوة الدم لكن أنا ممكن يصير معي أنيميا بسبب أسباب أخرى عديدة مثل الثلاثيمي أو التفول التفول سببها وراثي نعم صحيح التفول سببها وراثي لا علاقة بالحديد فممكن حديده يكون ممتاز ومعه تفول طبعا ما في أي إشكالية نعم صحيح ولا أي رابط نعم طب دكتور نصائح للأشخاص اللي فعلا عندهم نقص حديد تم عمل مخبري وبيّن أنه عنده نقص حديد البعض بتهاون بياخد يمكن لحبوب فترات وبنسى شو يعمل نصائح معينة حتى فعلا يستفيد من الحبوب اللي بياخدها أو إن كانت إبار أو حتى بيطعامه عايش يركز يركز أكثر شي على اللحوم الحيوانية التغذية ثم التغذية ثم التغذية وبدون شاي ولا مشروبات غازية وبدون فاست فود خلينا نحكي عن التغذية لايف ستايل موديفكيشن هي علاج لأي مرض لأي مرض أي أن كان في جميع الكتب الكتب اختلفت على علاج يعني سواء أميركا أو بريطانيا كثير اختلفوا مثلا في آلية علاج المرض الفلاني لكن اتفقوا على نقطة واحدة وحطوها أول بند اللي هي لايف ستايل موديفكيشن اللي هي تحسين نمط الحياة تحسين نمط الحياة بالتغذية بالرياضة بالجميع الأساليب الحياتية اللي تنمو بالشخص تمام دائما الحديد نعتمد إحنا على التغذية التغذية من المصادر اللحوم وبنركز على الكبدة نركز على الكبدة ظلينا نحضر إحنا وصغار باباي وسبانخ وبقوة مع السبانخ طبعا فيها حديد كثير تمام لكن نحكي نرجع نعيد إنه في صعوبة في امتصاص الحديد اللي من الورقيات الخضرة من الخضروات دائما نركز على الشيخ نحن السبانخ والملوخية بنعصر عليهم ليمون يعني بنقول أطيب هي في حقيقة إنه فرعا عشان يساعد الامتصاص يعني شكرا كتير دكتور يعني نورتنا وعطيتنا معلومات جدا مهمة وهي فعلا رسالة لكل شخص إنه يروح يفحص على حديد عنده خصويا نحن مقبلين يعني بعد فترة على شهر رمضان كتلاقي الناس فعلا بلشط اللي عندهم نقص حديد يصدعوا ويتعبوا ويصير فيه إرهاقات لأنه ما بيكون فيه غذاء سليم طبعا متكامل بدي أشكرك دكتور سيف نور القطاونة نورتنا وشرفتنا وأنت طبيب مقيم أمراض بطنية يعطيك الحافظ حياكم الله وشكرا امتاني مرة كمان على هالاستضافة الجميلة سهلا وسهلا فيك نورتنا وشرفتنا شكرا مشاهدين الكرام أكيد منتمنى السلامة للجميع رح ننتقل فقرة أكثر ما تم تداوله عبر السوشال ميديا فاصل قصير راجعين خليكم معنا شكرا